موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعملين ايه يا اولاد وحشتوني 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 النهاردة بقى اوريكم بقى حاجات انا اشترتها وكمان اشترتها من السعودية المترجم من اشتركها في العربية. من جميلة قوية. شايفينها. استنوا بس تحلموا كل حاجة كلها. ده هو المسبحة. اللي هي بنسبح بها. بنسبح بها. بسبحة الكترونية. بتلبس كده خاتم. وبنسبحها لها. انا بقليبه كده. انا بعمله كده دايما. يعني بعملها كده و وسبح بها كده. بس محمد شبط فيها. فتلاقيه موسعها. لما انا اصن ادية اصغر من كده. بقى معاملها اديا كده. عشان ان تيجي مقاسي وتيجي وسعه كمان. اه يا بصو. كده بس انا بقليبها بقى كده عشان تبقى سهلة بالنسباني ان انا ايه? اسبح من هنا كده. تمام? ايه جابتلي الساعة الامر ديت. بصو الجمال بصو الطعام بصو. بصو. شايفين طيب شايفين طيب. جميلة ايه جميلة ايه جدا. لسه طبعا مستعملتها. مفكتتها بالبلاستيك بتاعها. اه جابتلي ايه كمان? استنوا يا بنات. استنوا يا بنات. استنوا يا بنات. استنوا هوريك. طبعا المسك ده. برضو محمد شبط فيه. والصفحة الجميلة دي. تريد من يشبه. عندما نتفين النور. ستنور النور. لما نتفين نور لتنور. طبعا الحاجة سيشبه اغلى و اعلى حاجة في الدنيا. انظروا. انظروا السيطرة العس имеет. انظروا المنسك. انظروا المفاتيح معتلي. انظروا الطعام ايه. انظروا الجميلة. انظروا الكميلا. كنت جميلة جميلة هل رأيكو حلوة أو ليس حلوة بعد ذلك جميلة 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 لتعمل تطوحة واجب والدوافر ولكن أنا أعرف منها فأحبها تطوحة واجب واجبت لون الرش جميلة جميلة لون الرش لا تطوحة أنا أحب هذه الألوان لأنه ليس أحمر صريح أعطي نود على أحمر على فوشياء درجة غريبة لكنه جميلة هو رقم 306 جميلة 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 والدرجة غمئة فاحمة جميلة 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 كحل لا يوجد سائح ولا نشف جميلة جميلة هذا من جميلة 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 لأنه يجبت هذا تقليد الفلامينجو 25 جنيه جميلة جميلة ومثلا لو أنت قاعدة في البيت تعمليك أحمر للادوافر سوف تمسحيك كمان كيف يقومون في الرش ساعات طويلة كيف تدخل كيف تتدخل كيف تتدخل كيف تتدخل كيف تتدخل سوف تتدخل كيف تتدخل فهي تدخل لديه المورد هذا مصري كيف تتدخل لديه اللعين اقنعي اقنعي هذا هذا كعب الغزال من الفلي هذا خدود هذا خدود لأن你在 مسحها انت لا ينقط يضع بحسب كيف تدخل فاهميني انه ما ده نقط بصوا ده 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 ازاي انه ما ده نقط فده ما تحطوش على خدودك الافونة ما تحطوش على خدودك عندي النوع التاني ده ده فهتلاقوه مستعمل دي درجة تانية من المورد اللي هو النرس النرس برضو ده ده نوع جميل قوي 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 دعوكم مورد بصوا مورد خدود بيديك الدرجة اللي هي ايه الاحمر الطبيعي دي بصوا مورد وحطوا مورد وحطوا روجة خفيفة كده بصوا ده مورد هنا وده مورد بس ده اخاف من ده يعني ده بيدي درجة اخاف من من النرس اخاف من النرس ده فاهميني؟ جبت بقى كمان ده زي حمام كريم بس اللي هو نتاجة طبيعة حمام كريم بالكولاجين بصوا انا اول مرة استعملوا ناس كتيرة فشكرتلي فيه فانا قلت اجربوا وهكتبلكوا في الكومنتات لما هستعمله هيبقى حلو ولا وحش يعني فيه ناس كتير عمايت له ريبيوهات وقالوا ان هو حلو قوي فانا مش عارفة هلا هيبقى فعلا ان الدرجة بتاعته مثلا في الفرد كويسة وفي التنعيم فانا تستعمله مثل حمام كريم بالضبط بس تخليه على شعرك فترة اطول يعني اكتر من عشر دقائق ويقولوا ان وخلي معاك مشت كده وصراحي على اساس ان هو ايه بيديك فرد فاهماني؟ فانا حتى لما اجي اعمله اصلاح في امتاع الوضاء اصلاح من وقت اصلاح لكم وانا اصلاح لكم عندي بودر كبير بس انا احب دائما اجيب لحاجات جديدة بصوا 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 بالدرجة البودر جميلة سأجبكم نعمة جدا بصوا مش بتبان اسقسا بصوا مش باينة نوع نعم لا أحب البودر لا أحب كريم أساس لا أحب كريم أساس لأنني بشريتي بيضة لا أحتاج كريم أساس هذه المشاريات القليلة التي انا جبتها جبت كمان سبغة أصفر لقد عملتها بصراحة ملحات لن أصورها استغلت أن بنتي كان هنا فملحات لن أصورها هذه هي الأشياء البسيطة لكنها تحتاجتها بصراحة سأرغب لك عظمة سأرغب لها سأعود لك الأمجادة لكنها فتصورها دماذعوا يمكنهم البسيطة وبرنا لا يمكنهم البسيطة دماذعوا انفرقوا على الجامل انظروا اظروا انظروا الطعام انظروا الشياكة على فكرة ايدي انتم تعرفون ان انا اصلا اعمل كنت قبل ان اتعبه كنت اصمم اكسسوريز وشغل هند ميد ان شاء الله مجمعه لشغلي طبعا ده كده انا معلقها زي حلية ده اللوجو للشنطة خرز كلها تاخد موبايل وتاخد مفاتيح يعني تاخد مفاتيح تاخد المفاتيح وتاخد موبايل لان الموبايل قد المفاتيح او قد المعجنة واكتر هناك حتة اكبر لموبايل اكبر وطبعا ده افل المغناطيس اهو تاخد مفاتيح طعام وطبعا تاخد مفاتيح بصراحة ليست محتاجة بطانة لان انا شغلها غرزة صغيرة فهي ليست محتاجة بطانة لان اذا بأني اتوقع اذا بقيت مفاتيح هنزلها او شغل اذا بقيتها لان الشنطة دي ان شاء الله اعملها ان شاء الله هشتغل فيها اه اتمنى تقولوا لي رأيكم في الكومنتات على الشنطة اهم حاجة لان كل الحاجات دي ان انا شريعة او جالي دي اه فبنما ده شغل ايدي فا اتمنى ان انا شغل ايدي يلاقي استحسان عندكم ويعجبكم واسبوا لي في الكومنتات اه ارقكم بصوا بصوا الطعام انتم شايفينها انا مش عافة هو التصوير ظلمة ولا هي باينة ولا ايه اذا اعجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد افتكروني بدعواتكو بحبوكو اوي 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 باي